اشتركوا في القناة اخذه هيتلر للهرب إلى وجهة غير معلومة أبحاث أنجزت فيما بعد كشفت عن وجود نفق سري يربط بين قبو الفهرر ومحطة لفتبروك فيما أفادت إشاعات أخرى أن الأمر أتى في سياق مخطط لهروب ضرامي لهيتلر ينطلق من قبوه إلى مطار تيمبلهوف عبر القطار حيث كانت تنتظره طائرة متجهة إلى غواصة الجيش الألماني يونعين سيفن سيفن والتي ذكر فيما بعد أنها راست في الأرجنتين بعد انتهاء الحرب خلال الحرب العالمية الثانية تم تحويل قصر كولديدس في ألمانيا إلى معسكر لأسر الحرب تحت اسم أوفلاك في عيسي نظرا لمكانه الاستراتيجي المجانب لجرف صخري حيث إن جميع الأسر من جيش الحلفاء الذين كانوا يهربون بسهولة من معسكرات أخرى كانوا يرسلون إلى قلعة كولديدس لكن باستعمال بعض المخططات وجدها جنود من سلاح الجو الملكي البريطاني ساعدتهم في بناء طائرة شراعية بطريقة بدائية في حين مخطط الهروب كان بسيطا جدا فنظرا لعدم وجود مصدر طاقة في السجن قرر السجناء رمي حوض استحمام من أعلى القلعة مربوط بطرف الطائرة لتحرير طاقة تسمح للطائرة بالانطلاق بسرعة خمسين كيلومترا في الساعة لإنجاح عملية الإقلاع كولديدس كوك الإسم الذي أطلقه السجناء على الطائرة لم يكتب لها الطيران فقد تم تحريرهم من قبل جيوش الحلفاء سيكك الأنفاق الحديدية مبنى والدورف أستوريا الشهير في مدينة نيويورك بني فوق خطوط السيكك الحديدية المنطلقة من المحطة المركزية الكبرى للمدينة شملته هالة من السرية حول مخططات البناء لأسباب عدة فقد كان يتيح لضيوفه من كبار الشخصيات والوفود السياسية السرية إمكانية الدخول السري والهروب السريع من المدينة وفي أكثر الأحداث سرية استعمل الرئيس روزفيلد مخططات المبنى للتنقل ويخفأ إعاقته عن عامل الشعب حيث تم إضفاء العديد من التعديلات على المبنى لتسهيل اقتياد روزفيلد من سيارته المصفحة إلى القطار السري داخل المبنى عام 2002 تمت إعادة تهيئة المبنى السري كخطة محتملة لإنقاذ رئيس بوش واقتياده إلى وجهة غير معلومة خوفا من أي تهديد لحياته داخل نيويورك تم إعداد خطة فعالة لإنقاذ الملكة تحسبا لأي هجوم نووي على البرلمان البريطاني أثناء حفل تنصيب الوزير الأول فقد تم تحويل اليخت الملكي بريطانيا إلى ملجأ نووي عائم وذلك خلال أحداث الحرب الباردة فقد أسست المخابرات البريطانية نظاما تحت أرضي يحاول دون توقف خطة الإنقاذ في ظل النظام الثعبان كما أسمته المخابرات البريطانية فكان الهدف وراء كل هذا النظام والمخططات هو إخلاء اليخت الملكي إلى بحر الوخت في سكوتلندا باعتباره مكان آمن للاختباء من الرادار تحت ضدال الجبال الساحلية في النهار وتغيير المواقع تحت جنح الظلام طائرة السلاح الجو الأولى المنسوخة عندما يسافر الرئيس الأمريكي في الطائرة الرئاسية دائما ما يكون متبعا بطائرة مشابهة على بعد أقل من ثلاثين دقيقة من طائرته ودائما ما تحط في مكان سري قريب لتكون قريبة في الحالات الطارئة وفي أكثر الأوضاع الأمنية حرجا تلعب الطائرة الاحتياطية دور الشرك لتغطية مسار الطائرة الرئاسية الحقيقية نفس التمويه تستعمله البحرية الأمريكية باستعمال سيربي ثلاث مروحيات حربية لتغطية المسار الحقيقي للطائرة الرئاسية مما يحلو دون إمكانية رصدها في الرادار ومن مميزات الطائرة الرئاسية وجود قمرة هروب وهي عبارة عن حجرة يتم قدفها من الطائرة لضمان سلامة الرئيس والتي لطالما نفى سلاح الجو الأمريكي حقيقتها حيث يرى البعض أن السر وراء إخفاء حقيقة القمرة يعود إلى درجة السرية الشديدة لهذه الأدات كونها الحل الأخير لإنقاذ الرئيس إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟